وكل حاجة مصر يا جماعة هو إيه اللي بيحصل والله بكلمك بأمان في ناس تقعد تقولك إيه أو أنت كل حاجة هتقولولنا مصر 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 كان فيه أغنية زمان كنت بسمعها مصر 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 يا أطهر قلب علمتينا علمتينا الحب عارفينها دي أو لا وبالمناسبة دي هتلاقوها حتى في الألبوم بتاع عمر خارج زمان عمر خارج طبعا يعني مع كل الحب هو عارف أن أحبه وقديه وقدره وقديه فإسمه كان وهابيات جديدة كانت توزيعات عمر خارج لمحمد عبد الوهاب لأ أنا قديم قوي في حكاية التزوق والموسيقى دي سيبنا النقص مصر أطهر قلب تعلم الإنسانية الحب اللي حصل ده يا سادة احنا بنتكلم على هذه المبادرة اللي عملها الأستاذ تامر أنور بنتكلم هنا على مبادرة بدأت لأجل الحب يعني أو بدأت بالحب المحبة الضمير الإنساني المصري مزهل حاجة مجانية ناس مش عايزة أي شيء من وراء ده غير أنه ولادنا اللي هناك مايفوتهمش حاجة ويتعلموا ومهما كانت الظروف وعاديين بيفكروا طول الوقت في كيفية حل الموقف طب ده أصل الأونلاين مش هينفع طب احنا نعمل كذا ونبعثه لهم ويبدأوا عن طريقه ويشتغلوا ويذكروا ويتعلموا ويمتحنوا طب ساعدونا يا جماعة عشان نقدر نوصل صوتنا لوزاة التعليم والله العظيم كل اللي نقدر نعمله اللي نعمله عشان الكلام ده يوصل لوزاة التعليم مصر مصر توصل المساعدات مصر صحبة الجانب الأكبر المهول الذي يتخطى 85% ده كده حبا مني يتوصل لتسعين عادي يعني ده بكلمك بأمانة بالمساعدات مصر اللي بتشتغل على الهدنة مصر اللي بتشتغل على إخلاق سبيل أسرانة الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مصر اللي بتضغط علشان نقعد على الترابيزة ونخلق تهدائها حقيقية ونبقى بعد كده شغالين على حل الدولتين مصر اللي بتعمل رأب صدع لأداخل الفلسطيني ما بين الفصائل وبعضها البعض مصر اللي بتضغط على العالم مصر اللي عملت مبادرة علشان تعليم الفلسطينيين مصر كله وحدة وحدة الدولة بشعبها بأفرادها بمؤسساتها وحدة وحدة مصر مش اتنين مصر واحد مصر مش شعب وحكومة مصر واحد ومصر تنظر لمجتمعها العربي باعتباره واحد جزء لا يتجزأ من الجسد المصري ونحن جزء لا يتجزأ من مجتمعنا محطنا العربي اشتركوا في القناة